اشتركوا في القناة التي عملها الرب والإله فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة أحقا قال الله سؤال يسأله إبليس ويريد ندخل الشك بكلام الله لحواء وهذا اللي دي حاولها اليوم نفس الطريقة ثلاث نقاط يشتغل عليها إبليس لكي يزرع الشك بحياتك أول شغلة بيحاول عزلك عن المؤمنين ابتعاد عن الكنيسة ابتعاد عن المؤمنين مثل ما حواء كانت مبتعدة عن آدم مثل يوحن المعمدان اللي كان في السجن منعزل عن المؤمنين والهذا بعث التلاميذ للمسيح بيسأل هل أنت هو أم ننتظر الآخر فلأن نزال هاي الطريقة الأولى بيستخدمها إبليس وياك والهذا لا تكون وحدك النقطة الثانية بيستخدمها إبليس أنا بريد دخل الشك كلامه بيكون فيه جزء من الحقيقة لكنه مبطن بأكذوبة وهذا بسبب عدم معرفتك أنت بالكلمة لو تعرف الكتاب المقدس وتعرف كلمة الله راح تقدر تجاوبه راح تقدر تقوله لا مو بها الطريقة وهي طريقة اللي بيدخل بها إبليس وبيزرع الشك بإيمانك وبحياتك يظهر لك شيء لكن مبطن بسم من سمومه النقطة الثالثة يعرض إليك الممنوع ويزرع فكرة سوء فهمك لمقاصد الله بيحلي الممنوع بيحلي الخطيئة بيحاول أنه يقولك أنت فاهم الموضوع غلط الحلول كيف نقدر نحارب الشك أو نعبر أو نجتاز بهذا الموضوع كن قريبا من المؤمنين كن قريبا ويا الأخوة استمر بوجودك بالكنيسة ويا المؤمنين ادرس كلمة الرب ادرسها اتمنى يكون عندك مجموعة وتقدر تدرس كلمة الرب معهم نقطة الثالثة لا تعطي الإذن الصاغية لإبليس هذا اللي سوى تحواء قامت تأخذ وتعطي معها إبليس اليوم إبليس بيسأل نفس السؤال عن الكتاب المقدس كلمة الله اللي عدنا ويحاول يزرع الشك في إنها مكلمة الرب أو كلمة محرفة لكن احنا المؤمنين نعرف إبليس انه هو كذاب وابو الكذابين هذا هو المسيح اللي فعلا عرفه إلنا إذا في عندك نقطة شك بإيمانك حاول ترجع لك كلمة تقابل ويا المؤمنين وصلي قل لي يا رب ساعدني أنا ما رد أكون شكاك أنا رد أكون مؤمن بيك والربي بارك حياتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر